اهلا بك عزيزي المشاهد في برنامج اسألوا ولن تسوق تعالوا نسمع ونشوف مع بعض سؤال الحلقة في انجيل لوقت 19-27 أما أعدائي الذين لا يريدون أن أملك عليهم فجيءوا بهم إلي هنا واقتلوهم أمامي شفتوا؟ شفتوا المسيح بيقول إيه؟ ده سؤال طيب قولنا قبل كده لما نيجي نشرح آية في الكتاب المقدس ما ينفعش نخرجها من سياقها الوحدة فلازم نشوف روح الكتاب كله بيقول إيه؟ فالمسيح اللي قال أحب أعدائكم باركوا لاعنيكم صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم مش منطقي أمدا إن هو هادع للقتل نص الآية بالضبط بيقول أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلي أو إلى هنا وازبحوهم قدامي في اللوقة 13 27 الآية قالها المسيح خدوا بالكو قالها المسيح على لسان ملك كان له عبيد يعني مثل بيضربوا المسيح فأمر بمكافئة الأبرار الأمناء منهم وأما الأشرار في أمر بقتلهم يعني ده مثل ضربوا المسيح للناس عن يوم الدينونة ولما تقرأ الآيات أو المثل كله هتفهم إنه بيحكي عن ملك إدع عبيده كل واحد أمانة فيهم اللي استثمرها وفيهم اللي ما حفصش الأمانة والملك هنا بيرمز طبعا لله وأعتقد كلنا ما عندناش أي مشكلة إن الله هو اللي يحاسب الناس أو هو اللي هيحاسب الناس كلها في الآخر الكويسين هيكافئهم والأشرار على جهنم وهو ده معنى المثل مش المسيح بيقول هاتوهم دلوقتي واتبحوهم لأن ده بيتكلم فيه على يوم الدينونة فالمساميح المسيح يا جماعة بيضرب مثل زي ما تعود مع الناس عشان يوضح فكرة ويوصل تعليم بطريقة سهلة للناس تفهمها عشان كده يقول في أول المثل خد بالك أول المثل مكتوب كده وقال مثلا يعني ده مش كلام المسيح ده بيحكي حكاية وقال مثلا وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال يعني يوم الدينونة فبيوضح لهم إن لسه مجاش يوم الدينونة لكن لما يجي إيه اللي هيحصل ده اللي شرحوا ويوضحوا في المثل عزيزي مشاهد فكر في اللي قلناك ويس وبعت لنا أسئلتك أيا كانت عشان برنامجنا اسمه اسأله ولا انت سؤكم ترجمة نانسي قنقر